السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ومشاهدي قناة الكهرباء إلكتريك شاهدنا سابقا كيفية توصيل المحرك الكهربائي تلاتي الطور بالتغذية الكهربائية تلاتي الأطوار والتي تعرفنا فيها على كيفية القيام بالتوصيل النجمة والتوصيل متلت وشاهدنا في حلقة تانية الفرق بين التوصيل النجمة ومتلت من حيث جهود الكهربائي في هذه الحلقة سنتعرف على شروط استخدام التوصيل النجمة أو التوصيل متلت أو ما هي الحالة التي سنستعمل فيها التوصيل النجمة وما هي الحالة التي سنستعمل فيها التوصيل متلت كالعادة الحلقات المرتبطة تجدونا في وصف الفيديو نرفع فاصل القناة وندخل في الشرح سنشاهد أولا بعض لوحات بيانات لبعض المحركات الكهربائية تلاتي الأطوار لو تتذكرون جيدا ذكرت في حلقة شرح لوحة بيانات المحرك أن بعض المحركات سنجد أن لوحة بياناتها تشرح لنا فيها نوع التوصيل يعني نجمة أو متلت حسب الجود المستعمل في الشبكة يعني هذا أفضل وأسلم لنا اختيار محركات واضحة بخصوص نوع التوصيل مستعمل هلو متى علينا أن نستعمل نجمة ومتى علينا أن نستعمل متلت كمثال شاهدوا معي هذا المحرك كما تلاحظون هنا لدينا في هذه الزاوية متلت في 220 فولت وأسفلها نجمة في جود 380 فولت ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن هذا المحرك إذا كان جود الشبكة 3 الأطوار يعني بين فازين مختلفين بقيمة 220 فولت سنستعمل التوصيل متلت لهذا المحرك وإذا كان الجود الشبكة 3 الأطوار بين فازين مختلفين بقيمة 308 فولت سنستعمل التوصيل نجمة مثال آخر لاحظوا معي هذا المحرك الكهربائي إذا كان جود 3 الأطوار في قيمة 380 سنستعمل التوصيل متلت وإذا كان جود الشبكة في 400 فولت سنستعمل التوصيل متلت أيضا وإذا كان في قيمة 690 فولت علينا استعمال التوصيل نجمة أما إذا كان جود شبكة 3 الأطوار في القيم 415 و 440 أو 460 فولت فإننا سنستعمل التوصيل متلت الآن في بعض المحركات الكهربائية الأخرى نجد في لوحة بياناتها فقط قيمة جود كهربائي 3 الأطوار دون الإشارة إلى نوع التوصيل هل هو نجمة أم متلت ماذا سنفعل في هذه الحالة هنا علينا تعلم قاعدة مهمة لتحديد نوع التوصيل هل هو نجمة أم متلت وهي قاعدة سهلة جدا وليست معقدة دائما ما يكون لدينا جود موضوع على المحرك الكهربائي 3 الطوار في الغالب يكون بين قيمتين للجود الكهربائي يعني قيمة جود أصغر وقيمة جود أكبر وأيضا لدينا الجود 3 الطور للشبكة في قيمة معينة إذا كان الجود الأكبر للمحرك يساوي في قيمته جود الشبكة سنستعمل التوصيل نجمة أما إذا كان الجود الأصغر للمحرك يساوي جود الشبكة سنستعمل التوصيل متلت مثلا لدينا محرك بجود 220 فولت 308 فولت ولدينا شبكة كهربائية تلاتي يتطور بقيمة 220 فولت سنستعمل هنا التوصيل دلت لأن جود الشبكة يوافق القيمة الصغيرة لجود المحرك أما إذا كان لدينا محرك بجود 120 فولت 308 فولت ولدينا شبكة كهربائية تلاتي يتطور بقيمة 308 فولت سنستعمل هنا التوصيل ستعر لأن الجود هنا جود الشبكة يوافق الجود الأكبر للمحرك مثل هذا المحرك بالضبط كما تلاحظون مثال ثاني لدينا محرك بجود 308 فولت 660 فولت يعني الجود أصغر هو 380 والجود أكبر هو 660 ولدينا شبكة كهربائية تلاتي يتطور بقيمة 308 فولت سنستعمل هنا التوصيل دلتة أو متلت لأنه يوافق القيمة الصغيرة للمحرك أما إذا كان لدينا محرك بجود 308 فولت و 660 فولت ولدينا شبكة كهربائية تلاتي يتطور بقيمة 660 فولت سنستعمل هنا التوصيل ستار لأن جود الشبكة يوافق الجود الأكبر للمحرك أظن أن الأمر واضح جدا لكن ماذا إذا كان لدينا جهد واحد فقط في لوحة بيانات المحرك الكهربائي مثلا هنا توجد الذين قيمة 460 فولت فقط لا توجد قيمة صغيرة أو قيمة كبيرة في الغالب القيمة التي توجد بهذه الطريقة تكون هي القيمة الأكبر للجود يعني سنستعمل التوصيل نجمة ويمكننا تحديد القيمة الجود الأصغر للمحرك هنا حسابيا عبر قسمة الجود الأكبر للمحرك على جدر 3 ستساوي 240 فولت هذا يعني أن هذا المحرك جود الأصغر هو 240 فولت ويمكننا استعمال التوصيل دلطة إذا كان جود الشبكة تلاتي الطور لدينا هو 240 فولت يعني عملية بسيطة وسريعة لتحديد قيمة التوصيل دلطة أو متلطة لاحظوا المثال الأول 380 مقصوم على جدر 3 ستساوي 220 فولت وهي قيمة الجود الأصغر والمثال الثاني أيضا 660 فولت مقصوم على جدر 3 ستساوي 380 فولت يعني لا زال هناك الكاتير اللي قولي بخصوص توصيل نجمة وتوصيل متلطة لكن المهم حاليا ومبدئيا عند تعاملكم مع أي محرك كهربائي تلاتي الطور يعني أصبح بإمكانكم الآن تحديد نوع التوصيل المناسب للمحرك حسب قيمة جود الشبكة تلاتي الطور هذا هو الأهم لأننا سنمر مباشر إلى التحكم كهربائي في المحركات وعليكم ضبط طرق توصيل المحرك قبل الخوط في التفاصيل الدقيقة أو المعقدة إن شاء الله إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم وإلى اللقاء